على رغم استمرار التهديدات الإسرائيلية للرئيس السوري بشار الأسد ونظامه اتفقت إسرائيل وسوريا عبر الأمم المتحدة على فتح الحدود بين البلدين لتصدير تفاح سوري الجولان المحتل إلى دمشق والدول العربية عبر معبر لقنيترا فيما أبقت القيادة العسكرية على الأجواء المتوترة واستعراض قدراتها العسكرية وفي أقرب نقطة من الحدود الشمالية أقامت مركز تدريبات لضباطها وقيادة الجبهة الداخلية للتدريب على أخطر السيناريوهات المتوقعة في المواجهات المقبلة بتعرض إسرائيل لسواريخ كيماوية الرسالة الواضحة لكل إسرائيلي أن هذه التدريبات متعددة المستويات وتشهد تعاونا كبيرا بين الجميع وتضمن استعدادنا والعمل على تحسين وضعيتنا بشكل مستمر وزير حماية الجبهة الداخلية قلعاد أردان حاول طمأنط الإسرائيليين باستبعاده تعرض إسرائيل لسواريخ كيماوية غير أنه حذر من أن تطورات تجاه حزب الله وسوريا تدفع إلى الاستعداد لاحتمال سيناريوهات غير مسبوقة فيما حذر قائد الجبهة الداخلية من أن التحديات المتوقعة في المواجهات المقبلة ستكون أخطر مما كانت عليه في حرب لبنان الثانية عندما تقع المواجهات لا يعود مهما ما إذا كانت الصواريخ ستطلق من قبل حزب الله أو سوريا وما سيكون مستقبل سوريا فالخطر أن القبة الحديدية لن تكون قادرة على صد الكمية الكبيرة للصواريخ وعلى وقع التدريبات العسكرية في الجولان هدد نائب وزير الخارجية زييفا اليكين بالرد بكل حزم على أي إطلاق نار سوري أو نقل أسلحة إلى حزب الله في لبنان على رغم التفاعل الذي أثاره قرار فتح الحدود لتصدير التفاح إلا أن مسؤولين عسكريين يجدون ضرورة الاستمرار بالتهديدات على رغم قناعاتهم المتزايدة أن التدهور العسكري إن وقع سيبقى محدودا للغاية أمال شحادي من مدينة حيفا ترجمة نانسي قنقر